موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة والبداية بالعناوين موسيقى ميلاد تحالف جديد تحت مسمى تحالف الرؤية السودانية و يطالب بإجراء مصالحة وطنية شاملة لإنقاذ البلاد موسيقى الاتحاد العام للصحفيين في بيان له يخشى من تصفية حسين خوجلي بسبب الإهمال الطبي موسيقى المؤتمر الشعبي اتهم أحزاب قحت بتسييس الخدمة المدنية وإبدال تمكين بآخر موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل أعلن اليوم في مؤتمر صحفي عن تشكيل تحالف جديد تحت مسمى إعلان تحالف الرؤية السودانية ترسى و وضع التحالف عددا من المواثيق التي اعتبرها نقطة أساسية لمعالجة الوضع في السودان حيث طالب بتشكيل مصالحة وطنية شاملة وقال رئيس تحالف الرؤية السودانية فتح الرحمن فضيل في مؤتمر التدشين أن التحالف قائم على الوسطية لتوحيد الرؤية بين الاختلافات الحزبية وأكد أن جميع أحزاب التحالف قائمة على هذه الوسطية وتبتعد عن الطائفية وأوضح فضيل أن التحالف سوف يطرح هذا البرنامج للقوى السياسية خصوصا مؤسسات الحكم الانتقالي ليكون أساسا للبناء والتأسيس القادم وطالب التحالف بوضع رؤية مستقبلية مجمع عليها بالإضافة إلى توظيف التنوع وحسن إدارة موارد البلاد تحالف قائم على الوسطية وأن الحزاب المكونة لهذا التحالف جميعها أحزاب تؤمن بالبرامجية وبالوسطية وتنأى عن الصراع الصفري الأيدوليجي وغيره من الصراعات الطائفية وغيرها تعلمون أن التحالفات السياسية هي أحد عفغريات العمل السياسي التي تعمل على جمع الصف السياسي والوطني للالتغاء على برنامج الحد الأدنى لذلك التقينا في تحالف ترس على مشروع الحد الأدنى والذي أطلقنا عليه مشروع الوطني وهو الذي يجمعنا جميعا ووضعنا ملامحه توطئة لطرحه لجميع القوى السياسية السودانية الأخرى وخصوصا مؤسسات الحكم الانتغالي ليكون أساسا للبناء والتأسيس القادم وأهمية المشروع الوطني أنه يكون مشروعا ضابطا لكل البرامج السياسية الخاصة بالأحزاب وهذا يكون بمثابة سوابط وضوابط وممسكات الأمة ويتفق حوله الجميع وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ الاستقلال واحد التأمين على شعارات السورة سورة ديسمبر المجيدة الحرية والسلام والعدالة اثنين التأمين على العمل السياسي المشترك مع كافة الغواء السياسية لأجل بلوغ الوفاغ الوطني ثلاثة أهمية المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتغالية دون إفلات المجرمين من العقاب وده تفسير مهم لأنه كثير من الناس يفتكرون المصالحة دي هي عفو الله عما سلف كما كان يحزت في السورات السابقة اكتوبر وابريل نحن نلاتي بعدالة انتغالية متوازية مع المصالحة خمسة أهمية الإصلاح الاقتصادي العاجل ووقف تدهور الوضع المعيشي من خلال زيادة الانتاج واستمرار دعم الشرايح الضعيفة ستة أهمية إكمال هياكل السلطة بما في ذلك المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وترميم الوسيقى الدستورية وإن كده بدأ يعني برضو الشرح مهم نحن نتكلم عن المجلس التشريعي حصول الوسيقى الدستورية كان يجب أن يحل مكان المجلسين مجلس الوزراء والمجلس السيادي في اتخاذ الغرارات وفي محاسبة الجهاز التنفيذي ولكن للأسف تم تغييب المجلس التشريعي الأكثر من عامين سبعة تدويل المشروع الوطني الجامع الذي اتفقد عليه القوى السياسية المنضوية تحت هذا التحالف وتعريف القوى السياسية الأخرى به تمانية تبني علاقات دولية متوازنة تحفظ مصالح البلاد بعيدا عن التغاطعات حتى يكون الأساس في اتخاذ العلاقات الدولية هي مصلحة السودان وليس غيره تزعى وضع رؤية مستقبلية مجمع عليها من كافة الرؤية السياسية عشرا وأخيرا توظيف التنوع وحسن إدارة موارد البلاد التي يسخر بها الوطن والجميع يتفق في أنه لم يتم استغلال موارد البلاد حتى الآن والأسباب معروفة زي ما ذكرنا وفي ذات السياق قال نائب رئيس تحالف الرؤية السودانية ترس لأي عبد المنعم أن الوضع الذي يمر به السودان في غاية الخطورة بسبب التشضي والانقسام المجتمعي وتفشي خطاب الكراهية والاعتقال التعسفي وضف عبد المنعم أن الشعب يعاني من مجاعة حقيقية بسبب التدهور الاقتصادي وأن السودان في طريقه إلى قيام ثورة الجياع إذا لم يتم إصلاح الواقع الاقتصادي بأسرع وقته الوضع الذي يمر به الوطن اليوم في غاية الخطورة بسبب التشضي والانقسام المجتمعي الحاد جراء المزايدة والمحاصصة وتفشي الكراهية والظلم والانتقام والاعتقال التعسفي مما حاد بالثورة عن تحقيق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة في ظل تراجع شامل في أداء الحكومة الفترة الانتقالية الأولى والثانية على جميع الأصعدة وصلت فيه المعاناة اليومية في الصفوف والبحث عن لقمة العيش حد تجاوز أغلبية المواطنين خط الفقر إلى المجاعة وبلغ التدهور الاقتصادي مستوى غير مسبوق بسبب تراجع عجلة الانتاج والزيادة المتسارعة في نسب التضخم وبرغم هذه المعطيات السالبة تم بحمد الله توقيع اتفاق سلام جوبا الذي يحقن الدماء ووضع القاطرة في المسار الصحيح في وجود بعض التحفوزات على ابنود باتفاق السلام لكنه يمثل على مفارقة ونقطة تحول هامة في تاريخ السودان نحو الإصلاح والتنمية وإيقاف هدر الموارد والأرواح ولتثبيت هذا السلام هناك حاجة ملحة لإعلاء قيم التسامح والحوار البناء الذي لا يغصي أي طرف وهو ما نفتقده ونسعى لتحقيقه ولتغيير هذا الواقع الأليم الذي بدأ ينزلق إلى ثورة جياع ليست في صالح أي طرف من الأطراف المتنازعة على السلطة فإن أهم ستة أهداف يسعى تحالف الرؤية السودانية إلى تحقيقها في إعلانه المطروح تون للقوى السياسية تتمثل في الآتي أولا تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تعتبر هذه النقطة هي نقطة جوهرية وفارقة جدا في العملية السياسية خلال فترة الانتقالية لأننا اليوم في أحوج ما يكون إلى المصالحة الشاملة ودونها لن ينجح أي إصلاح اقتصادي تأكيد الهوية السودانية احترام التنوع الثقافي رفض الأجندات الأجنبية التي تقود إلى فتق النسيج الاجتماعي وضع رؤية استراتيجية بمشاركة المتخصصين دون إقصاء لأي طرف في مؤتمر جامع التواضع على دستور يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة واحتواء الخلافات بطريقة عصرية منهجية شفافة وهذا يستدعي بدوره استفاء ستة المطلوبات أولا تحقيق توافق وطني على الثوابت المتمثلة في احترام الأديان والتداول السلمي عبر الصندوق ورفض الإقصاء لأي طرف وتأكيد مدنية الدولة ونبز الكراهية والعنصرية والعصبية السياسية والجهوية والفقهية ثانيا تحقيق المؤسسية عبر الاتزام العملي بفصل السلطات والمحافظة على قيم الحرية المنسجمة مع ثقافة المجتمع وصون الحقوق الدستورية والتوزيع العادل للسلطة والثروة بين الأقاليم ثالثا تحقيق العدالة عبر التأكيد على مبدع عدم الإفلات من العقاب ورد المظالم وجبر الضرر وأولوية تصدي الجماعي للفساد المالي والإداري وحقية النيابة كجهة مستقلة عن وزارة العدل والقضاء وحدهم في توجيه الاتهامات وإصدار الأحكام رابعا تحقيق الشفافية عبر اتباع معايير عالمية في الخدمة المدنية في الاختيار والطرق وتوزيع الفرص وتقييم الأداء والكعادة عن المحاصصة والعنصرية والعصبية القبلية خامسا تحقيق التعايش عبر التحلي بالنضف الموارسة السياسية بعيدا عن روح الانتقام والتشفي وقبول الآخر سادسا تحقيق التوازن عبر الابتعاد عن سياسة المحاور ورفض تغليب الأجندة الحزبية على المصلحة الوطنية العليا والتأكيد على ضرورة وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة بين القوى السياسية على كل الأصعدة قال الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية علي أحمد كارتي إن من اعتلوا حكم البلاد لم يفهم صبرنا طيلة الفترة السابقة على أنه اختيار العقلاء فيما لم نجد منهم إلا كل إساءة وأوضح كارتي خلال تسجيل صوتي أن على شرفاء البلاد من العسكريين وشركاء السلام أن يلتفتوا إلى الملايين من الشعب الذين ملوا انتظار نهاية هذه الملهاء ستجدون من هذا الشعب السند والصبر والتأييد ودعا كارتي الشرفاء إلى أن يتظاهروا ويفضحوا العملاء لأنهم لا يستحقون أن يكونوا أمناء على البلاد والعباد مؤكدا أنه لا انتظار بعد اليوم وأن الخروج للتظاهر ضرورة حتى لا نندم كما قال غير أن من اعتلوا حكم البلاد لم يفهموا صبرنا على أنه اختيار العقلاء من أهل العزم والجلد ولم تجد يدنا البيضاء منهم إلا كل سوء وإساءة شرفاء البلاد من العسكريين وشركاء السلام جرت المقادير بجعلكم شركاء لأدعياء الثورة وسراقها من الناشطين الحزبيين المفتقرين لأي سند شعبي وفق وثيقة تناكرها الجميع وتنكر لها من وقعوها لا زال أمل الأمة فيكم عظيما أن تردوا الأمانات إلى أهلها ولا زال رجاؤها فيكم كبيرا فلا تخيبوه التفتوا إلى عشرات الملايين الذين ملوا انتظار نهاية هذه الملهاة افتحوا أبوابكم شاركوا شعبكم الصابر ولن يخذوا لكم ستجدون منه السند وسيرفدكم بالحكمة والصبر على المشقة والمصغبة به سبيل الإصلاح الإخوة والأخوات اليوم نفتح صفحة جديدة لمعارضة بناءة ترد الظالم عن غيه وتبني ما استطاعت وتحرص على أمن البلاد والمصالح العامة والخاصة تخرجون بإذن الله حراكا سلميا من كل فج ومن كل سقع لرد حقوق هذا الشعب الأبي الذي أذله الفاشلون وأفقروه ولرد حقوق المظلومين في شعاب هذا الوطن أيها الإخوة والأخوات أبناء وبناتي من الشرفاء الوطنيين والعقلاء من أهل السودان اخرجوا للشوارع والطرقات فهذا حقكم أسمعوا صوتكم للعالم عبر كل وسيلة مشروعة وافضحوا العملاء والمأجورين فهؤلاء لا يستحقون أن يكونوا أمناء على البلاد والعباد أيها الإخوان لانتظار بعد اليوم لنخرج حتى لا نندم حفظ الله البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين السلطات السودانية وخاصة لجنة التمكين المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الصحفي الأستاذ حسين خوجلي المعتقل منذ العاشر من فبراير الجاري وضف الاتحاد في بيان له أن إعادة خوجلي إلى محبسه رغم قرار الأطباء بضرورة بقائه تحت المراقبة الطبية يثبت ما تردد من سعي جهات لتصفيته وقتله عن طريق الإهمال الطبي وأكد الاتحاد على أن هناك نية مبيتة من لجنة التمكين لاستهداف المؤسسة الإعلامية المملوكة لخوجلي والتي أسسها بجهده وأفنى فيها عمره ودعا الاتحاد العام للصحفيين السودانيين جميع الجهات الصحفية والحقوقية الدولية للضغط على الحكومة للإفراج الفوري عن حسين خوجلي والسماح له بالعلاج تم اعتقال دخل أستاذ حسين خوجلي وهو من كبار الصحفي من أقدم رؤسات تحرير في السودان ومالك قناة مدرمان الفضائية وإزاعة المساء وهو رئيس لتحرير الألوان ولو عدد من الأنشطة الإعلامية المتعددة وأودع في سجن القسم الشمالي في قرطوب ورغم ظروفه الصحية لأنه يعاني من ظروف صحية مختلفة ويعاني مشاكل في النظر ويعاني مشاكل في ضغط الدم وعدة أمرات وانتهكت السلطات حقوق الأخ حسين خوجلي من قبل بأنه منع من العلاج في الخارج برغم هذه الظروف وبرغم الإسهامات الكبيرة أستاذ حسين في التطوير وترقية الإعلام السوداني تم اعتقاله بطريقة مهينة مزلة واختد إلى هذه الحراسة نطالب أولا بشط كل البلاغات تجاه زملائنا الذين أفرج عنهم أو الذين لم يفرج عنهم وكذلك نطالب بإطلاق الفوري والسريع عن الأستاذ حسين خوجلي والأستاذ خويلد والأستاذ صالح بأعجل ما تيسروا في غضون هذه الساعات القادمة أو الأيام القادمة ونطالب بالاتحادات الدولية والمنظمات الحقوقية بالضغط أكثر على الحكومة السودانية وإدانة هذا السلوء وهذه الطريقة التي تزل الصحفيين والتي تهين الصحفيين ونحن نأكد أن هذه المعركة هي معركة حرية الإعلام هي معركة حرية الصحافة هي معركة ضد أي صحفي في العالم فلذلك التضامن الكبير الذي تضامنه معنا الزملاء في كل العالم هو من أجل أن نرسخ حرية الإعلام وحرية الصحافة في بلادنا وأن نفضح هذه الادعاءات الكبيرة التي تدعيها السلطات السودانية أنها جاءت من أجل إرساقها والعدالة والسلام والحقيقة والحرية فلذلك من يرتكب هذا الجنب سيواجه المجتمع الصحفي الدولي وسيواجه المجتمع الصحفي المحلي دعا حزب المؤتمر الشعبي الحكومة الجديدة لإعادة النظر في كيفية تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية ووضع رؤية واضحة وبرنامج جاد لتلاف تدهور الاقتصادي والأمني بالبلاد واتهم المؤتمر الشعبي في بيان له على صفحته الرسمية في فيسبوك أحزاب قحت بتسييس الخدمة المدنية وإبدال التمكين بتمكين آخر من خلال توجيه كوادرها بالتقدم بأكثر من وظيفة قيادية في أكثر من وزارة في آن واحد واضح المؤتمر الشعبي أن والي الخرطوم ترك الولاية وجميع المؤسسات الحكومية ودواوينها لقلة من لجان المقاومة واعتمد عليهم في تصريف أمور الولاية ما تسبب بالإهمال والتقصير حيث أصبحت العاصمة تطفو فوقها المياه الآسنة ويتراكم فيها البعوض والذباب ما جعل الملاريا خطرا يهدد حياة الناس لجنة التمكين قامت خلال هذا الأسبوع بحملة اعتقالات استهدفت عددا من الكتاب والصحفيين وقبلت تلك الاعتقالات بشجب واستنكار محلي ودولي مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي لجنة التمكين التي تشكلت بمرسوم جمهوري صادر من رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان تدخل اليوم في صراع محموم بعد استقالة رئيسها الفريق أول ياسر العطاء ودخولها في مشاكسات سياسية مع المجلس السيادي الذي بدوره فتح بلاغا ضد عضو اللجنة صلاح مناع بتهم تمس أمن الدولة بعد تصاعد وطيرة الخلاف بين السيادي ولجنة التمكين وغليان الشارع السوداني وخروجه بمظاهرات عمت مدن البلاد صارعت اللجنة إلى إصدار تعميم إلى الولايات باعتقال عدد من الصحفيين وأعضاء من الحركة الإسلامية بسبب مواقفهم المعارضة لحكومة حمدوك الاعتقالات طالت كل من الكاتب الصحفي حسين خوجلي وإسحاق فضل الله والطيب مصطفى وياسر العطار في خطوة الغرض منها تكميم الأفواه وإشغال الرأي العام اعتقال الكتاب والصحفيين قُبل برفض كبير على الصعيد المحلي والدولي حيث وصف اتحاد الصحفيين السودانيين حملة الاعتقال بأنها انتهاك صريح لحرية الرأي والتعبير وأنها تتعارض مع القوانين الدولية كما أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا بياناً أدنت فيه قرارات لجنة التمكين والتي عدتها انتهاكاً صارخاً وشرعانة للقمع ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وأصدر المجلس الاجتماعي الثقافي بالاتحاد الأفريقي بياناً استنكر فيه ما أقدمت عليه لجنة التمكين وعد قراراتها انتهاكاً للمعايير الدولية وأنها تؤسس لدولة الدكتاتورية التي يرفضها العالم اليوم الشجب والاستنكار الدولي وضع الحكومة الجديدة أمام موقف حرج ما دعا نيابة لجنة التمكين إلى إصدار قرار بالإفراج عن عدد من الصحفيين في مقدمتهم المهندس الطيب مصطفى وإسحاق فضل الله والإبقاء على الصحف المعروف حسين خوجلي والنائب الأسبق حسب عبد الرحمن يرى مراقبون للشان السياسي أن لجنة التمكين لم يعد بيدها شيء تقوم به للخروج بمؤتمرات أسبوعية سوى الإقدام على مثل هذه التحركات لإشغال الرأي العام وأنها تحولت إلى جهاز أمني لتصفية الخصوم السياسيين وأنها أرادت وضع الحكومة الجديدة أمام صدام مباشر مع الشعب الذي يعاني الأمرين تخبط في عمل اللجنة التي منع أعضاؤها من دخول القصر الجمهوري ودخولها في صدام مباشر مع المكون العسكري يضع علامات استفهام حول مستقبل اللجنة وأعضائها الذين نبذهم من هو شريك لهم في الحكم ما يجعل مستقبل اللجنة على المحك أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير معتز صالح بأن رئاسة المجلس التشريعي ستكون من نصيب الحرية والتغيير باعتبارها الكتلة الأكبر على أن يكون هناك نائبان من الكتل الأخرى حسب الأغلبية فيما تمسكت الجبهة الثورية بأحقيتها في رئاسة التشريع المزمع تشكيله قريبا وتوقع صالح بحسب صحيفة الصيحة تأجيل إعلان التشريع والمفوضيات إلى مطلع مارس المقبل وقره بصعوبة الالتزام بالمواقيت المحددة وفي ذات السياق كشف القيادي بالجبهة الثورية بحر الدين كرامة عن ترتيبات جارية لوضع اللائحة والهيكلة الخاصة بالتشريع بتكوين لجنة لتسمية الهيكل القيادي ولجان المجلس تمهيدا لإجازتها قالت مصادر صحفية نقلا عن مصادر موثوقة إن مفاوضات جرت بين بعض أسر شهداء مجزرة الأبيض وممثلي تسعة من سوبي قوات الدعم السريع متهمين في قضية مجزرة طلاب ثانوية الأبيض في يوليو 2019 وكشف عضو هيئة الاتهام عن الحق الخاص المحامي عثمان حسن صالح لصحيفة الجريدة عن رفض أولياء الدم التفاوض أو التسوية مع أي جهة كانت للتنازل عن القضايا المرفوعة مقابل مبالغ مالية وأضف صالح أن هيئة الاتهام عن الحق الخاص جالست مع أولياء الدم وأكدوا جميعهم تمسكهم بالقصاص وعدم رغبتهم في الصلح أو التنازل أو الجلوس مع أي ممثل للمتهمين قال رئيس لجنة المستقلة في التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب إن اللجنة لا يمكنها الاستعانة بجهات دولية في قضية فض الاعتصام إلا إذا تحققت عدد من الشروط وأوضح أديب لصحيفة النورس النيوز أن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر في جريمة وقعت بإقليم دولة ليست عضوا في المحكمة إلا بأحد شرطين الأول أن توافق الدولة المختصة على ذلك والثاني أن يتم تحويل الأمر لها بواسطة مجلس الأمن الدولي وأضاف أنه إذا أرادت أسر الشهداء الاستعانة بجهات دولية من حقهم ذلك ولن يزعجني الأمر كما قال انتقد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير محمد الحسن لمين الدعوات المطالبة بتسليم موكله الجنائية الدولية وطالب الأمين في تصريح صحفي المنادين بالتسليم الحصول مسبقا على إقرار من القضاء السوداني بعجزه عن محاكمة المتهمين داخل السودان معتبرا هذه المطالبة طعنا في القضاء السوداني وأضاف الأمين أن هناك أشخاص لديهم أغراض ذاتية يمارسون سياسة الضغط لإجبار الأطراف الرافضة للتسليم الرضوخ لمطالبهم كما أن تكرار المطالبة بالتسليم ليست سوى أوهام إسفيرية غير موجودة على الأرض الواقع واصفا القرار بالضخم واتخاذه يتطلب موافقة جهات عديدة منها المكون المدني والعسكري بالمجلس السيادي والقوات المسلحة السودانية قال الاتحاد الأوروبي الاثنين إن على السودان إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وسريعة مؤكدا أنه يلاحظ الضغوط الملموسة على السودانيين جاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي روبرت فاندول وأسفراء أوروبيين معتمدين بالسودان وفق بيان لإعلام مجلس السيادة وقال روبرت إن اللقاء استعرض المساهمات المالية التنموية والمساعدات الإنسانية للسودانيين مشيرا إلى ملاحظتهم الضغط الاقتصادي المتزايد على المواطن السوداني أعلنت الأمم المتحدة بالسودان الاثنين أن إجمال عدد النازحين جراء أعمال العنف في إقليم دارفور غربي السودان خلال يناير الماضي قد بلغ حوالي 183 ألفا جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أوتشا وأوضح تقرير أن العدد الإجمالي للنازحين خلال الشهر الماضي بلغ نحو 183 ألفا بينهم 149 ألفا قد نزحوا من مدينة الجنينة والقرى المحيطة بها بولاية غرب دارفور وأضاف التقرير أن حوالي 11 ألفا نزحوا من منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور ونحو 22 ألفا وخمسمائة نازح من شرق جبل مرة بنفس الولاية وأجزاء من منطقة الطويل بولاية شمال دارفور عين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك رانيا حضراء مديرة لمكتبه خلفا لعلي بخيت الذي كان ضمن طاقم مكتبه السابق ويعرف عن رانيا أنها كانت تعمل في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وجاءت بتوصية منه لإدارة مكتب حمدوك كما يعرف عنها بأنها مهندسة البعثة الأممية الجديدة في السودان يوني تامس ووفق ما ذكرت صحيفة السودان فإن الأمين العام للأمم المتحدة رشح رانيا لحمدوك خلال زيارة الأخير لمقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا وساهمت رانيا في تقنين وجود يوني تامس بالسودان عبر البند السادس الذي بموجبه تم تفويض البعثة الدبلوماسية السياسية للأمم المتحدة بالعمل في السودان قال الأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسور إبراهيم الكاروري إن قرار حل الهيئة ومصادرة كافة منتلكاتها جاء عقب إعلان موقفها المضاد للتطبيع مع الكيان الصهيوني وأشار إبراهيم الكاروري لأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نفذت قرار حل الهيئة واستلمت مقارها وأصولها في العاصمة والولايات وأضف الكاروري أن القرار جاء بحل الهيئة وضمها لمجمع الفقه الإسلامي ومن ثم لوزارة الشؤون الدينية ورددنا عليهم بأننا لسنا مؤسسة حكومية بل نحن منظمة مجتمعية مشيرا إلى مخاطبتهم لمجلسي السيادة والوزراء للتراجع عن القرار ونوها أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن مؤكدا على اللجوء للإجراءة القانونية لاسترداد حق الهيئة وصلت مطار الخرطوم صباح اليوم طائرة خاصة تحمل بعثة دبلوماسية من الكيان الصهيوني جاءت إلى البلاد لعقد لقاءات مع مسؤولين سودانيين وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطائرة التي تتبع لشركة عييت وهي نفسها التي استقل لها وزير مخابرات الكيان الصهيوني لكوهن في زيارته السابقة للسودان الجدير بالذكر أنه منذ توقيع اتفاق مبدئي على تطبيع العلاقات بين السودان والكيان وقد تعددت اللقاءة المشتركة بين الطرفين التي تناولت مختلف الملفات دعت جامعة الدول العربية كل من الخرطوم وأدي سبابا إلى تهدئة الوضع على الحدود بين البلدين والجلوس إلى طاولة المفاوضات وأكدت الجامعة في بيان لها وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته وأضاف البيان أن الجامعة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الحدود بين البلدين كما دعت الجامعة في بيانها الأطراف إلى الارتكاز إلى لغة الحوار وحل النزاع بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان ويعيد علاقات حسن الجوار بين الجانبين قالت وزارة الرأي والموارد المائية السودانية إنها تحتاط مبكرا للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي تجنبا لتداعيات ذلك على البلاد حال عدم التواصل لاتفاق ملزم وأضاف البيان أن الوزارة اجتمعت مع مدراء إدارات المياه والزراعة بالخرطوم وعدد من الولايات لبحث السيناريوهات المتوقعة لمقابلة الملء الثاني لسد النهضة والذي يوازي ثلاثة أضعاف الملء الأول العام الماضي والذي أثر سلبا على بعض محطات المياه بالخرطوم هذا وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر أعلن أطباء الامتياز انسحابهم من مستشفى إبراهيم مالك بالخرطوم بشكل كامل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لأكثر من تسعة أشهر وكانت لجنة أطباء الامتياز أعلنت أمس انسحاب منسوبيها من سبعة وثلاثين مستشفى بالسودان احتجاجا على سوء الأوضاع المهنية والاقتصادية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتفذ عدد من المرضى وقفة احتجاجية في العاصمة الخرطوم مطالبين وزارتي المالية والصحة النظر لحالتهم الحرجة واكدوا انهم يتعالجون في دول الخارج والكثير منهم يعيش تحت خط الفقر ولم يعد بمقدورهم تأمين العلاج بسبب ارتفاع الاسعار حاليا الناس يعني معزم المرضى بمر بعزمات يعني ما بتقدر الانسان العادي يتخيلها الا شنو الا الانسان الحاسية والمرضى والتفاصيل دي حاليا الدولار دي ناثم عارفين انه برا في السوق الاسود يعني بصورة فضيعة جدا والمرضى دي من الحقيقة الاساسية انه يفترض البنك المركزي يوفر النقد الاجنبي بسعر البنكي للمرضى وفي نفس اللحظة يعني في السوق الاسودة بيك ما متوفر حتى انا لو انا موظم المرضى دي تسعة تسعين في المية ما قادرين يشتروا يعني ناس بسيطين وتحت خط الفقر ما قادرين يشتروا شنو الدولار بسعر السوق الاسود الرغم الغلاطو ده في اللحظة دي الناس حتى لو هيت بتقدر ذاتين كدت يعني تشتريوا يعني امنيا كده الشغلة دي ما ما بتجيه يعني بتم احتغالك وتفاصيلك والناس يبعانوا معانا اصلا ما يعني ما بتخيل الانسان دي ما قلته انا عندي طفل وما احنا اطفالنا عيانين وعندوا علاج في الهند والتكلفة بتاعته عالية ونحنا لا نملك زي ما قولوا غوطة يومنا نحنا ناس فغراء يعني من حقنا الدولة تغيير لنا بنمشي ديوان الزكاة بنمشي اي مكان عشان يدعمونا هنا الدولار انا احنا يقولوا لينا الدولار ما فيش دولار فنحنا نعمل وين مين من حقنا انه اطفالنا يموتوا نحنا اطفالنا يوميا حالتهم بتمشي سوء في اطفال مريضة بالكانسر وفي اطفال مريضة بورع المخ وفي اطفال مريضة بالقلب بكل يوم بتنقص اكسجين نحنا محتاجين بالجدل يا وقفة وقفنا امام المالية نخاطب الجهات المسؤولة تحديدا وزارة المالية بنك السودان بنك الخرطوم الاستاذ جبريل متعك الله بالصحة والعافية نطالبك بان الناس الموجودين امامك الان امام الكاميرا الناس كلها بتعاني كل واحد عنده مريض كل زول مرضه يختلف عنه تاني كل زول ماشي لدولة خلافة دولة تانية نطالبك ونناشدك بان توفر لنا سعر الدولار بسعر البنك بسعر الجنه السوداني بخمسة وخمسين كما هو مسكور ومبين الان الناس لا تقدر تشتري هذا الدولار بالغيمة في السوق الاسود فالناس كل حد له ظرف اعلن الجهاز المركزي للإحصاء الاثنين ان معدل التضخم لشهر يناير 2021 قفز الى 304% مقارنة بـ 270% بشهر ديسمبر 2020 وعز الجهاز المركزي الارتفاع الى زيادة في اسعار مجموعة المواد الغذائية بالاضافة الى ارتفاع سعر الوقود وتشهد الاسواق السودانية ارتفاعا مستمرا في اسعار السلع الاساسية وغيرها حيث يعتمد السوق بشكل كبير على الاستيراد لغالب المنتجات بسبب ضعف الانتاج المحلي بالاضافة الى هبوط الجنيه بشكل كبير امام العملات الاجنبية ما تسبب بازمة اقتصادية تفجلت على اثرها احتجاجات شعبية وتظاهرات في اجزاء واسعة من البلاد نشد مدير الجامعات السودانية الحكومية رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم بسبب تأخر استحقاقات شهر يناير وقال مدير الجامعات في بيان لهم ان هناك فرق في مرتبات هذا الشهر بلغ اربعة مليارات جنيه ايما يعادل خمسة وعشرين بالمئة من التقديرات الفعلية للعاملين بالتعليم العالي وانا اشهد حمدوك بالتوجيه باضافة هذا الفرق فورا نسبة للظروف الاقتصادية بعد جائحة كورونا نهاية النشرة هذا تذكير بابرز ما جاء فيها من عنوين ميلاد تحالف جديد تحت مسمى تحالف الرؤية السودانية ويطالب باجراء مصالحة وطنية شاملة لانقاذ البلاد الاتحاد العام للصحفيين في بيان له يخشى من تصفية حسين خوجلي بسبب الاهمال الطبي المؤتمر الشعبي اتهم احزاب قحت بتسييس الخدمة المدنية وابدال تمكين باخر شكرا لطيب المتابعة نترككم الان مع جولة الصحافة واحوال الطقس واسعار العملات الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة